السلام عليكم ورحمة الله لكم من الموجز الرياضي أقيم مهرجان المحافظة الجنوبية الأول لذوي الإعاقة على صالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية وسط حضور رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ محمد بن الدعيج الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى منتسبي الاتحاد حيث حرص عدد كبير من دول إعاقة بالمشاركة والحضور مع أهليهم وذويهم الذين بدورهم تعرفوا بالألعاب الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد وقد أعرب الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة عن سعادته الكبيرة بإقامة هذا المهرجان للمحافظة الجنوبية مؤكدا أن المحافظة الجنوبية تولي اهتماما كبيرا بدعم جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية تاهل فريق النجمة إلى الإنباراتي النهائية لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة وذلك بعدما أطاح أبيدر كليب بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على صالة الاتحاد في مدينة عيسى الرياضية ففي الإنباراتي الثانية للدور قبل النهائية يحقق ذلك النجمة فوز هو الثاني على حساب حام النقب مسابقات الدورية